أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عن قلقها حيال ما يقارب الخمسين مليون طفل تم اقتلاعهم من جذورهم في أنحاء العالم بعدما أجبروا على ترك منازلهم أو بلدانهم جراء الحروب والعنف والاضطهاد في نهاية عام 2015، 31 مليون من هؤلاء الأطفال كانوا لاجئين 17 مليون كانوا نازحين داخل بلدانهم وبحسب تقديرات المنظمة الأممية، فنزح 28 مليون طفل من منازلهم بسبب العنف والصراع داخل الحدود وعبرها وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإسانية والوصول إلى الخدمات الأساسية إضافة إلى أولئك، ترك حوالي 20 مليون آخرين من الأطفال منازلهم لأسباب مختلفة من بينها الفقر المطقع أو عنف العصابات إذن يشكل الأطفال نحو نصف اللاجئين في العالم الباحثين عن مأوى في الخارج في عام 2015 وقدم 45% من الأطفال اللاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة أو قدموا من سوريا تحديداً وأيضاً من أفغانستان ترجمة نانسي قنقر